في الفيديو بتاعنا النهاردة هوريكم أفضل برنامج منتاج للموبايل أنا شخصياً باستخدمه وسهل وسلس جداً جداً وتقدر تتعامل معاه بمنتهى السهولة يلا بينا نشوفه قبل المبدأ لو أول مرة تشوفوني أنا شايماء حسن ودي قناتي تعالوا نشوف إيه هو اسم البرنامج هو إنشوت أنا في البداية كنت باستخدم فيديو شو بس للأسف لقيته يعني بعد تحديثات حصلت فيه لقيت إن لما باجي أسرع الفيديو كان بياخد وقت طويل جداً جداً فكان بيبقى مملة قوي فدورت على برنامج تاني استقريت على إنشوت وبقالي فترة كبيرة باستخدمه تعالوا نشوف دلوقتي لو أنا حابة أمنتج فيديو أو لو أنتم حابين تمنتجوا فيديو على إنشوت هتعملوه إزاي بكل سهولة هبتدي أدخل أفتح البرنامج ومعانا هنلاقي تلات خانات خانة التصميم وصورة وفيديو هندخل على خانة فيديو ونبتدي هنا دي فيديوهات قديمة أنا عاملاها من منتجاها يعني هنبقى طبعاً واحد جديد هندوس على علامة الزائد وهيطلع لنا بقى كل الفيديوهات اللي احنا مسجلينها وموجودة في الجالوري هنبتدي بقى نشوف إيه المقاطع اللي احنا عايزين نركبها على بعض أنا هعمل مثلاً آخر فيديو ده اللي هو بتاع السمان هجمع بقى كل الفيديوهات اللي أنا صورتها وهبتدي أضغط على علامة الصحة الخضرة دي هيجيلي كل الفيديوهات الفيديوهات مجموعها تسع دقايق أهي في الجنب تحت خالص تسع دقايق واربعة وعشرين ثانية أنا دلوقتي مش هينفع أسيب لأن في مقاطع بتبقى مملة كبيرة يعني مش هينفع أسيب التسع دقايق كلهم يعني أنا الوصفة دي هاختصرها مثلاً لأربع دقايق لتلات دقايق لخمس دقايق على حسب ما هصرع المقاطع أولاً السرعة هنعملها منين طبعاً ده أول مقطع هنضغط تحت خالص كده دغطة طويلة هنلاقي كل المقاطع دي هنشوف إيه المقطع اللي إحنا عايزين نصرعه أول مقطع ده هشغل كده هشوف الرتم بتاعه ماشي عامل إزاي؟ تمام هسيبه هبتدي أشوف مقطع تاني مثلاً ده ده أنا عايزة أصرع الرتم بتاعه هشغل كده بحيث المشاهد ما يملش معايا وهو شغل فهوقف بصوا شايفين بقى الشريط ده هو ده المسؤول عن اللي بنعمل منه كل حاجة كل الحاجات دي هقولها لكم حاجة حاجة هنعمل هنستخدمها في إيه؟ هنجيب الأول كلمة سرعة ههو الشريط أهو هنمشي كده ونجيب كلمة سرعة دي نضغط عليها ونصرع بقى الفيديو الدرجة اللي احنا عايزينها ونفرض أنا هصرعه مثلاً لحد أربعة تمام؟ هتبقى الفيديو بالشكل ده هدوس على علامة صح تمام؟ دي أول حاجة في الفيديو تاني حاجة أو أول حاجة أنا بعملها بشوف بقى كل المقاطع بهذا الشكل لكل المقاطع اللي أنا محتاجة أسرعها ونفرض إحنا هنسرع المقطع ده كمان هنجيب برضو سرعة ونودي على أربعة أو تلاتة أياً كان بنلاقي وقت الفيديو بيقل خلاص؟ خلصنا هو موضوع السرعة تاني حاجة الصوت لو أنت مسجلة على الفيديو خلاص ما فيهاش مشكلة أنت هتجمعي بس هتجمعوا الفيديوهات جنب بعض وخلاص على كده لكن لو أنت عايزت تسجلي أو لو أنت عايزين تسجله على الفيديو هنجيب كده كلمة موسيقى دي شايفينها؟ لأ قبل كلمة موسيقى هنجيب الأول حجم الصوت هندغط كده والنفر دي أنت مسجلة أو أنتو مسجلين لايف مع التصوير يعني وأنتو بتسجله الصوت على طول ممكن هنا بإيدك أن أنت تتعلي الصوت تخليه 200% هيديك صوت أقوى من الصوت اللي أنت مسجلهه كمان في خلال التصوير ولكن إحنا أنا في الغالب بسجل على الفيديو فهلغي خالص صوت الفيديو كده وهدوس هنا بقى في هنا علامة صح واحدة في هنا علامة صح مرتين هدوس على علامة صح مرتين هيتلع لي كده كلمة تطبق على جميع المقاطع يعني فهدوس كده كده الصوت اتلغى أهو لو شغلنا مفيش صوت في الفيديو خالص أبتدي بقى أنا أسجل بس طبعا الكلام ده بنعمله بعد ما خلاص بنسرع أول حاجة بنشوف إيه المقاطع اللي إحنا هنسرعها كلها ونسرعها علشان خاطر الصوت يبقى موافق الصورة يعني ما ينفعش أسجل الأول وبعد كده أسرع الفيديو تمام هروح بقى على كلمة موسيقى دي أضغط عليها كده هنلاقي كلمة اسمها المسارات المؤسرات سجل هنبتدي نضغط على كلمة سجل دي وهي دي اللي هتلاقي العداد بيعد كده بس أنا مش هسجل طبعا علشان الصوت ما يقطعش عليكم وأنا 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 بسجل لكم الفيديو خلاص بنجيب طبعا من بداية الفيديو خالص ونبتدي نسجل وتسجلوا بقى أي شرح إنتوا عايزينه للفيديو بتاعنا خلاص كده خلاص خلصنا إن إحنا أول حاجة نعملها في الفيديو السرعة وبعد كده نعمل نسجل اللي إحنا عايزينه تالت حاجة الإضاءة ساعت بنصور في إضاءة ضعيفة زي ما أنا مصورة كده بالليل فالإضاءة ضعيفة فإحنا ممكن بقيدينا إن إحنا نزبط برضو من البرنامج الإضاءة بتاعتنا هنجيب هنمشي برضو بالشريط كده ونجيب كلمة فلتر دي ندوس عليها ونجيب كلمة ضبط يعني ندوس على كلمة ضبط هيجي لنا بقى الإضاءة هفتح هول الإضاءة مثلا كده أفضل أضبط بقى لحد ما وصل للإضاءة المناسبة أو اللي أنا شايفاها شكلة يعني واضحة تبقى كويسة الحاجة اللي أنا شايفاها مش هتنفع خلاص أسيبها سابتة زي ما هي تمام وهكذا برضو آآ عندنا علامة صح واحدة علامة صح مرتين فأنا هدوس على صح واحدة لأن في مقاطع أنا بابقى مصورها بالنهار فمش محتاجة أن أنا أحسن فيها الإضاءة تمام وهدوس على صح تاني زي مثلا أهي المقاطع دي دي مثلا أنا مصورها بالنهار فشايفين الإضاءة واضحة جدا فمش محتاجة أن أنا أزبط فيها إضاءة أو أي حاجة خلاص كده آآ كده شرحنا الإضاءة هي كمان آآ تالت حاجة بقى حجم الصورة ولنفرض أن أنا هو اللقطة دي أنا عايزة أزوم أكتر على الطاصة بتاعتي فهجيب أهي حجم الصورة هي بتبقى موجودة الأول على كلمة الأصل دي فلا هنضغط على علامة اليوتيوب دي اللي هي تسعة على ستاشر وهبتدي أزوم كده أهو أزبط هنلاقي إن الصورة جات على الطاصة بس وهبتدي أكمل برضو عادي خالص حاجة تانية عايزة أوضح لكم من اللابة اللي بعملها آآ الفواصل الفواصل آآ اللي بين كل مقطع والتاني في حركة كده بتتعامل بين كل فواصل والتاني هنشوف بتتعامل إزاي وهوضح لكم دلوقتي أكتر شايفين العلامة اللي تحت دي أهي بصوا تحت ما تبصوش فوق دلوقتي العلامة اللي تحت البيضة اللي فيها شرطة صودة دي دي هنضغط عليها كده هيطلع علينا بقى الفواصل اللي بتبقى بين آآ كل مقطع والتاني هنطبعا هنزود كده مدة العلامة اللي بتظهر وريكو هنوضح أكتر في شكل تاني بصوا اهي دي المفضلة عندي دي بصراحة شايفين بتبقى دايرة نختار بقى من أي ين كان كل الحاجات اللي فوق دي دي بتنقلك بقى من مقطع للتاني دي بتدي شكل حلو يعني للفيديو بتاعنا اللي تحت بقى دا في حاجات كتيرة طبعا بفلوس هي الأساسي دي اللي ما فهيش اللي مش بفلوس يعني آآ هنا آآ اعلامة صح واحدة طبعا هتعمل أول مقطع واحد بس اعلامة آآ صح مرتين هتعمل كل المقاطع فهندوس برضو هنتبق على جميع المقاطع تمام كده فاضل ايه آآ فاضل آآ آآ اللوجو لو احنا عايزين نحط لوجو او نحط كلمة لما بنيجي نقول مثلا نحمس اتحاد المشتركين او الناس اللي بيشوفونا جداد لو اول مرة تشوفونا اضغطوا اشتراك او اضغطوا لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك فاحنا بنحب آآ ان احنا لما بنقول الكلمة دي يظهر معها العلامة يعني بتبقى شكلها لطيف يعني فهو ما نفرض انا هشغل اهو الفيديو وهبتدي استنى لحد ما شوف فين الكلمة اللي انا بقولها آآ لو عجبكم الفيديو اضغطوا مثلا سبسكرايب فهوقف عند الكلمة دي واروح دخلة على كلمة ملصقات اللي هي تالت واحدة دي حجم الصورة موسيقى وبعدها ملصقات هلاقي بقى كل الملصقات اللي انا عايزاها هجيب هنلاقي كلمة هي سبسكرايب ولايك وفي تويتر وفي حاجات تانية هنضغط مثلا سبسكرايب احطها في المكان اللي انا عايزا اصغرها اكبرها اعمل اللي انا عايزا فيها واعمل علامة الصح واطولها بقى المدة اللي انا عايزاها اللي هتظهر فيها واضغط موافق لو عايزين مثلا هحطي لوجو على اشعار القناة مثلا بتاعتي هتغط برضو على ملصقات دي وهروح عندي كلمة ملصقات اللي هي في الجنب دي هلاقي فوق زي الزرف دي وجنبها علامة عليها هرمين هي دي اللي هضغط عليها انا طبعا دي صور قبل كده محمليها لو انتو اللوجو بتاعكم لسه مش موجود هنا هتضغطوا على علامة زائد هيدخلكم على الجالوري بتاعكم وتجيبوا منه صورة اللوجو او اي صورة انتو حابين تركبوها على المقطع بتاعكم اهي دي صورة بقى اللوجو هكبرها او هصغرها زي ما حب وحطها بقى في المكان اللي يعجبني وادوس على علامة صح وطولها بقى اخليها من بداية الفيديو من السهم ده هتغطع السهم ده شوية وامشي كده اليمين لحد نهاية الفيديو بس كده كده تبقى اللوجو ظهر معايا طول الفيديو بتاعي ولنفرض انا عايزة انقل مقطع من مكان لمكان يعني انا مثلا مصورة كده مقطع للمقدمة ومؤخرة الفيديو فهضغط مطولا كده تحت على المكان اللي بيصغر ده اضغط مطولا وانا افرض هاخد الفيديو ده المقطع ده انقله بقى كده اضغط عليه افضل ضغط عليه وامشي كده يمين شمال انقل بين المقاطع احط ده مكان ده عاشيل ده مكان ده اللي يعجبني واصبح كده المقطع طبعا حاجة خالص بعد اما تزبطوا الفيديو كله وتزبطوا كل حاجة فيه هتسجلوا الفيديو وبعد كده تحطوا اللوجو تحطوا رمز اشتراك او لايك او الحاجات دي اخر حاجة العلامة المائية في العادي طبعا يعني انا عشان زلت العلامة المائية كده مرة قبل كده فما جت ليش بيظهر كده في الجنب هنا في الفيديو نفسه بتاعكم اسم البرنامج تمام فعشان نشيل اسم البرنامج ده بنضغط عليه مرة بيجي لنا اختيارين اختيار ان انت تشتري البرنامج واختيار ان انت تشيليه مرة او بيتشيل مثلا مرة او اتنين على حسب هما يعني بيدوكي مهل قد ايه فبتضغطي على ازالة حرة اسمها ازالة حرة تضغطي على الكلمة كلمة فيديو اسمها هو اسمه ايه البرنامج عموما يعني بتضغطوا على اسم البرنامج في الجنب كده هتلاقوها تحت خالص على اليمين هتضغطوا عليها هيجي لكو كلمة ازالة حرة هتدوسوا عليها هيفتح لكو بقى فيديو تتفرجوا عليه وخلاص كده يشلك العلامة المائية بتاعت الفيديو ودي برضو ميزة حلوة اوي انا ما لقتهاش في برامج قبل كده كل البرامج اللي كنت بابنتش بها قبل كده كان لازم اسم البرنامج يكون موجود في الفيديو اللي بتعملوه او تشتروا البرنامج فالبرنامج ده ممتاز 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 لو في حاجة مش واضح لكم في اللي انا قلته اتمنى انكم تكتبوها لتحت في التعليقات وانا اكيد هوضح حالكم شكرا لكم جدا على المتابعة اتمنى الفيديو يكون مفيد لكم ولو الفيديو قفتكم ما تنسوش بقى تضغطوا لايك شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم